بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها مواضيع مختلفة كعادتنا بوية الحصول على قدر معرفي متنوع و جميل ضيفنا العزيز و فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان أنتظركم على الأرقام التي سترونها ظاهرة على الشاشة من أجل أن تشاركوا بإذن الله تعالى بأسئلة أخرى و بقية الأسئلة سنطرحها بإذن الله تعالى عن طريق الموقع و هي أسئلتكم أيضا فأهلا و مرحبا بكم و أهلا و مرحبا بهضلة الشيخ حياكم الله و أهلا و سهلا بكم و أحيي معكم الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تبارك و تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب آمين يا رب العالمين فضل الشيخ لنبدأ اليوم التفسير الأخ خالد بن أحمد بن عرابة يقول هل يوجد فرق في الاطمئنان القلبي بين الذي طلبه إبراهيم عليه السلام و إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي و الاطمئنان الذي أراده الحواريون عندما طلبوا مائدة من السماء قال و نريد أن نأكل منها و تطمئن قلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أباب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فالجواب هو أن الذي نص عليه كثير من المفسرين أن الذي طلبه الحواريون من نبينا عيسى عليه السلام من إنزال المائدة عليهم إنما أرادوا به فعلا طمأنينة قلوبهم لينتقلوا بإيمانهم إلى درجة اليقين و العلم الضروري بأن عيسى عليه السلام مرسل من ربه و أن الذي أيد به من معجزات هي من عند الله تبارك و تعالى و هذه الطمأنينة هي من حيث النوع ذات الطمأنينة التي طلبها إبراهيم حينما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى إلا أن الدرجة لا شك تختلف فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن و على هذا فلا يتصور إلا أنه أراد اليقين الكامل التام و أما هم فهم المؤمنون الأنصار لعيسى عليه السلام و هم الحواريون فإن درجة اليقين إنما هي بحسب منزلتهم نعم فكل بحسب منزلته لكن من حيث نوع الطمأنينة المطلوبة نعم هي من جنس برد اليقين الذي ينشدونه من اليقين الذي ينتقلون به إلى العلم الضروري الذي يتحصل لهم دون نظر وتأمل و هذا مما نص عليه كثير من الف بل نص عليه جمهور أهل العلم في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة خلافا لما ذهب إليها الزمخشري و من تابعه و هم الأقل فلكن هذا ليس هو محل سؤال السائد لأن هذه الآية الكريمة فيها جملة من المواضع المشكلة التي ناقشها المفسرون لكن محل سؤال هذا السؤال الذي وصلنا اليوم إنما هو عن هذه الجزئية و قد نتحدث في مناسبة أخرى عما يكتنف هذه الآية الكريمة في سؤال الحواريين لعيسى عليه السلام في إنزال المائدة ما يتعلق بنوع هذا الخطاب و كيفية طلبهم من عيسى عليه السلام بهذه الصيغة الواردة في هذه الآية الكريمة لأن فيه كثيرا من المعاني و اللطائف التي يجدر الوقوف عندها و قد يتسع المجال في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى يبقى إذن ملخص الفرق بين الأطمئنين هو في الدرجة نعم فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن و اليقين الذي ينشده هو في الكيفية فهو يريد أن يتعرف على شيء يكشف له من عالم الغيب يتعلق بكيفية إحياء الموتى نعم أما ذات اليقين و أن هذه الطمأنينة التي عبره عنها حينما أخبرنا القرآن الكريم بأن الله عز وجل قال أولم تؤمن؟ قال بلى و لكن ليطمئن قلبي فدرجة اليقين التي تتحصل لإبراهيم الخليل عليه السلام ليست كدرجة اليقين التي تتحصل لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فالاختلاف فقط إنما هو في الدرجة لكن من حيث الذات فالمطلوب أيضا في سؤال أو الذي ينشده حواري عيسى عليه السلام كان هو طمأنينة القلب مع معاني أخرى عبروا عنها قالوا نريد أن نأكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم أن قد صادقتنا و نكون عليها من الشاهدين فهم طلبوا ذلك بيّنوا هذه المقاصد من طلبهم من عيسى عليه السلام إنزال المائدة حينما قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فبيّنوا أنهم إنما يفعلون ذلك لرغبتهم في التيمّن و التبرك بمائدة تنزل عليهم من غير عالمهم ينزلها عليهم المولى الكريم ليطعموا منها ليأكلوا منها ثم بيّنوا العلة الثانية و هي لتطمئن قلوبهم فصرحوا بذلك تصريحا أنهم يريدون أن ينتقلوا من عالم المادة و المحسوسات بخوارق العادات بالمعجزات التي أجريت على يد عيسى عليه السلام أنهم يريدون أن ينتقلوا إلى آية أخرى نعم يشهدونها و يكونون عليها من الشاهدين نعم و لذلك أضافوا قالوا يعني وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا أي علم اليقين نعم لا بحسب ما رأيناه فقط من معجزات تقدمت و إنما ننتقل من هذه المرحلة التي تحصلتنا بنظر واستدلال أن هذه المعجزات لا يستطيعها إلا نبي مرسل من عند الله تبارك و تعالى فآمنا نحن نريد أن ننتقل بإيماننا إلى درجة اليقين ثم نكون بعد ذلك شاهدين نبلغ من وراءنا نعم هذه هي الاعتبارات الأربع التي نص عليها بنو إسرائيل و كان سؤاله كما تقدم و إن كان أشعر أن هناك استدراجا لباقي لطائف هذه الآية الكريمة لكن هذا الذي نص عليه نصت عليه الآية الكريمة و هو الذي نص عليه المفسرون من المتقدمين و المتأخرين فيما يتعلق بطمأنينة القلب طيب فقط نريد أن نسأل بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع ما حدود فيما يتعلق بالإطمأنان نفسه ما الحدود المسموح بها للمسلم في أن يطلب هذه الأنواع من الإطمأنان هؤلاء خاطبوا أنبياءهم و رسولهم عليهم الصلاة و السلام فلا قياس أما أن ينتقل المسلم بإيمانه إلى حد اليقين فذلك متاح له بالتواتر و القطعيات و العقليات و البدهيات فكثير من هذه القضايا تورثه علما يقينيا لا يحتاج إلى تكلف نظر و استدلال و ما كان من إبراهيم عليه السلام كذلك فقد توجه إلى ربه لعلمه بمنزلته عنده أن يحقق له هذا اليقين فإذن وسائل تحقق اليقين في غير هذه الصور هي وسائل مختلفة لكنها تؤدي إلى نفس المؤدى تؤدي إلى نفس النتيجة وهي أن إيراث اليقين و الطمأنينة و الانتقال إلى علم ضروري لا يحتاج إلى نظر و استدلال و تأمل أردت بهذا السؤال أن أدخل إلى موضوع شائك و ربما أصبح يتوسع تدريجيا و هو يتعلق بالطرقيات يعني بالمناهج الطرقية أحيانا يعني ينشر بعضهم تسجيلا معينا بأنه رأى نورا معينا أورثه درجة من إطمئنان و أن هذا النور أيضا صعد به إلى مكان عال فوقد شجرة و فيها اسم شيخه الذي يتلقى عليه المعرفة و العلم و ثم يبشر بذلك و يجزم و يحلف بأنه فعلا تحقق له هذا الأمر تتوسع أحيانا مثل هذه الأفكار و تنتشر خاصة مع وسائل التواصل الحديثة إلى درجة التشكيك في المعتقد أحيانا إلى درجة الانتقالات الشديدة غير المنطقية من عقيدة إلى أخرى فما تفسيركم لهذا الموضوع هذا ليس بالأمر الحادث ليس بالأمر الجديد فقد نص العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره المنار في هذا الموضع بالذات و حكى قصتين سبحان الله مما يتعلق بخوارق العادات في عادات الناس و مألوفهم و هو يشير بذلك إلى موقف الناس من هذه القضايا و هو بين منكر لها متمسك بالماديات معطل لكل ما يمكن أن يكون خارقا للعادة لعادة مألوف الناس نعم و بين من يبالغ في هذه الجوانب و يجعلها علامة على الولاية و الكرامة و حسن الاستقامة و التدين و يسعى إلى أن يجعلها غاية يتوصل بها بأي طريقة كانت و هو يقول بأن تاريخ الأمم و أحوال الشعوب هذا هذه المواقف كانت فيهم و أن ذلك هو الذي دفع بحواري عيسى عليه السلام إلى طلب مائدة من السماء و لذلك قالوا و لنكون عليها من الشاهدين نعم و ذكر حكايتين لا حاجة إلى إطالة الحديث بهما يمكن أن يرجع إلى تفسيره فيهما و هو في الحكاية الثانية يشير إلى أن بعض ما يظنه الناس أنه من خوارق العادات أو ما يمكن أن يجري عند بعض الناس على أنه من الكرامات إنما هو بإعداد و ترتيب و تهيئة و إن لم يعلمها أكثر الناس نعم يعني ذكر قصة هذه القصة الثانية نعم هي فيها جانب من الكشف أن أحد من يظن أنه من العباد الأولياء أصحاب الكرامات أنه دعا آخر يظن به مثل ذلك و كان كل واحد منهما يريد أن يكتشف ما عند صاحبه من سر نعم فأخذه المضيف أخذ الضيف إلى جولة ثم زارا شيئا من مقابر المسلمين ثم أخذا يستريحان و قد أنهكه ماء التعب فقال له هل تريد مائدة هل تريد طعاما نعم قال نعم قال فلو جئتك بطعام ساخن قد أعد للتو قال كيف يكون ذلك إلا لمن هو من أهل الكرامة فمد يده في التراب و أخرج له طعاما ساخنا من كرش التي حشيت بالأرز و اللحم و التي طبخت لتوها فأكل منها فبلغ هذا الموقف بالضيف مبلغا كبيرا ثم تبين أنه كان قد أمر خادمه أن يعد الطعام و أن يدسه في التراب على صفيح بحيث لا يصيبه شيء من التراب و أن في موقف في موضع يعني اتفقى عليه و أوهم صاحبه أن ذلك إنما هو من الكرامة الحاصل أن السيد رشيد رضا أيضا يقول لم أتبين ما الذي كان عند الضيف مما كان يريد ذلك أن يطلع عليه و هو يقول بأن ذلك كان في أوائل طلبه للعلم نعم فالحاصل أن هذا الجدل فيما يتعلق بمثل هذه القضايا الموقف الصحيح منه هو موقف الاعتدال نعم فيمكن أن يجري الله تبارك و تعالى ابتلاء لعباده شيئا مما لم يألفوه فإن ثبت فلا حاجة إلى تكلف رده كما أنه أيضا لا حاجة إلى أن يضفى عليه من الهالات و من الأوصاف ما يخرج به عن حقيقته نعم فهو في كل الأحوال فتنة من الله عز وجل و ابتلا نعم و الله تعالى أعلم نعم سنوسع هذا الموضوع لاحقا لأنه فعل المحتاج إلى حلقة خاصة طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر ثم سارة تقول ما حكم الوضوء بعد وضع كريم واق من الشمس هناك من يقول أنه يمنع وصول الماء رغم أن هذا الكريم عادي تمتصه البشرة وهذا هو الأقرب أن أكثر هذه الأدهان والكريمات المستعملة أنها خفيفة لا تشكل جرما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء فإن كان الحال كذلك فإنه لا يؤثر على الوضوء مع التنبيه على أهمية تبين أن تكون المواد التي صنعت منها هذه الأدهان والكريمات مواد طاهرة نعم وإلا فإن مبعث التحريم قد يكون سببا آخر وهو نجاسة هذه المواد أما من حيث عزل الماء فإن ما كان يشكل جرما ثقيلا على البشرة ويمنع وصول الماء فإنه هو الذي لا يصح أن يكون قبل الوضوء فإذا كان طاهرا فلا مانع من استعماله بعد الوضوء أما إذا كان ليس بذي الجرم وإنما هو دهان له مسامات يصل الماء إلى الأعضاء من خلاله فهذا لا حرج في استعماله قبل الوضوء والله تعالى أهلا جميل لأخ علي الحسني أيضا يضعنا في الوضوء يقول ما هو الحد الفارق بين مسح العضو وغسله في أثناء الوضوء إذا أخذت غرفة يد من الماء ومررتها على كامل العضو فلنقل اليد هل هذا يعتبر غسلا أم مسحا الفرق بين الغسل والمسح هو أن الغسل إسالة الماء على العضو إسالة الماء على العضو ومنهم من اشترط في الغسل الدلك إذن هو إسالة بمعنى إمرار الماء على العضو ذلك مع دلكه عند كثيرين كما تقدم أما المسح فهو إصابة يعني الفقاء يقولون إصابة لا يقولون إسالة نعم بمعنى أن يبل يده بالماء ثم يمسح بها كأن يمسح على رأسه وأذنيه في الوضوء إذ هذه هي الأعضاء التي تمسح في الوضوء في حالة الساعة فهو لا يأخذ الماء ليسيله على ذلك العضو وإنما يبل يده ثم يباشر بها يصيب بها الموضع هذا هو المسح فإذا أخذ غرفة بيده ثم مسح بها ثم أسال بها الماء على عضوك فذلك غسل فهذا هو الفرق بين الغسل والمسح ولذلك فإن الأعضاء التي تمسح إنما تمسح مرة واحدة لأن هذا البلل الذي يكون على اليد فيمسح به إذا تكرر فإنه يتحول إلى غسل نعم فهذا هو الفارق والله تعالى هل يشترط إمرار اليد في الوضوء؟ هذا تقدم في بداية الجواب نعم لما قلت إسالة الماء على الأعضاء قلت بأن كثيرا من الفقهاء يشترطون الدلك نعم لكن الأحوال تختلف فإذا كان الماء دافقا نعم ويقوم صب الماء نعم يقوم صب الماء مقام الدلك فلا حرج المقصود إيصال الماء إلى الأعضاء أما المسح فهو مجرد كما قلت بلل لليد ثم يمسح بها على الموضع بحيث يظهر أنها أيضا أن ذلك الموضع كالرأس والأذنان أنه ما قد ابتلى بالماء فقط الله تعالى ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في مد ويغتسل في مدين ونحن نعرف أن المد بهذا الحكم تقريبا يدين يكفي المد يكفي لكن في الغسل كيف يكفي هل هناك فقه لا بد أن يعيه في الغسل ورد أنه صعب نعم وفي الوضوء ورد أنه مد نعم والمد في الحقيقة أن المد ليس قدرا يعني قليلا يحتاج أن يتكلف معه المتوضع ليعمم لا هو قدر كاف نعم لكن للأسف الشديد الناس اليوم يسرفون في استعمال الماء يفتحون المياه نعم و لا يلتفتون إلى الاقتصاد و الاعتدال و البعد عن الإسراف في استعمال المياه و لذلك لا يتصورون أنه يمكن لهم أن يتوضأوا بمد نعم فبينما المد كافي يعني أنا أعرف كثيرين و جربت بنفسي يعني زجاجة الماء نعم بحجم 250 ملي لتر كافية للوضوع كافية للوضوع نعم نعم والمد أكثر منها المد أكثر منها يعني المد النبوي أكثر منها أنا عندي مد أيضا نعم وهو أكثر من هذا القدر لكن في الغسل كيف يكفي يعني الصاع كذلك الصاع يكفي 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 لكن الناس اليوم كما قلت يعني لأنهم لم يعتادوا اعتادوا على المياه تنهمر عليهم و يعني يبالغون لكن الصحيح أنه يكفي يعني إذن المقصود التعبد فقط و ليس النظافة مثلا له حتى للنظافة أيضا حتى للنظافة نعم نعم لكن يعني تحت كل شعر الجنابة معنا ذلك أنه محتاج أن نوسع و إيصال الماء إليها كافي نعم نعم كميل أردنا فقط أن نوضع لأنه فعلا هناك إسراف شديد فيه صحيح وجدت بعض المساجد في بعض الدول هذا الإسراف و هذا الاعتياد هو الذي أورثنا عدم تمكن تصور أنه يمكن أن يقتصد الإنسان في اغتساله و في وضوئه إلى هذا الحد لكن بالاعتياد و الدربة يمكن للإنسان حينما يحمل نفسه على الاقتصاد و البعد عن الإسراف فإن ذلك يصبح يسيرا نعم وجدت في بعض البلدان أنهم يستخدمون أواني معينة للوضوء في دورات المياء أو في أماكن للوضوء في المساجد تعتبرون هذا حلا جيدا للإسراف مثلا يعني مرجع ذلك إلى المكلف نفسه نعم يعني حتى مع وجود هذه الأواني فإنه يمكن أن يعيد ملأها و يعيد ملأها نعم فعلا لكن إذا لم يحمل المكلف نفسه على البعد عن الإسراف و أن يحمل نفسه على الاقتصاد في استعمال الماء فإنه لن يتمكن من اتباع السنة و حمل نفسه على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و على أحكام دين الله عز وجل لما يتعلق بهذه المقادير بس سؤال أخير في هذا الموضوع عندما يرد في السنة أن غسل العضو في الوضوء ثلاث مرات هل المقصود هو غسل يعني تعميمه كاملا بالماء ثلاث مرات أم في المرة الأولى من هذه القهة في المرة الثانية لا 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 لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة و قال هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين و قال من ضاعف ضاعف الله له ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي و وضوء الأنبياء قبلي إما يعني أنه في المرة الواحدة عليه أن يعمم على العضو المغسول لا أن يأتي إلى جزء من العضو في المرة الأولى ثم إلى جزء آخر لا عليه أن يعمم في ذلك العضو و يتعحده قدر استطاعته أما إذا حصل على سبيل الذهول أو السهو أو لأي سبب آخر فإن ذلك سيتلافاه في المرة الثانية و الثالثة لكن لا يتعمد أن يأتي إلى بعض العضو في المرة الأولى ثم إلى بعضه الثاني في الثانية و هكذا لا نعم إنما يعممه يعمم نعم ننتقل الآن إلى حديث آخر أفلح رشيدي يسأل قل ما صحة الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحًا فَإِنَّكَ تَقُولْ أَثَمَّهُ فَلَا يَكُونَ فيقول لا ما صحة هذا الحديث ما اسمه السائل اسمه أفلح بن محمد الرشيدي نعم إذن هو يسأل عن اسم نفسه فيما يبدو نعم الحديث صحيح ولكن أكثر أهل العلم على أن النهي عن التسمي بهذه الأسماء إنما هو من باب كراهة التنزيه لأن العلة ذكرت في هذا الحديث نعم فسمر ابن جندب حينما ذكر هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معها علتها قال لا يسمي أن أحدكم رباحا يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح نعم فإنه يقال أثم أثمه أي هل هناك هل يوجد هل هنا يسار لمن كان اسمه يسار فيقال لا لا يوجد يسار فلا يوجد يسار نعم فهذا يمكن أن يدخل سوء ظن عند الناس إذ من عالة الناس الفأل الحسن فيكون مثل هذا الجواب مدعاة لضد ما يرجون فيمكن أن يدخل عليهم الشيطان بوساوسه وأوهامه وفي بعض الروايات الأخرى أن النهي عن التسمي بمثل هذه الأسماء لما تحمله من تزكية قد لا توجد عند المسمى بها نعم لكن الحاصل حتى يطمئن السائل أن أكثر أهل العلم على أن هذه الأسماء أن النهي عنها إنما هو من باب نهي التنزيه نعم من باب كراهة التنزيه لا كراهة التحريب والله تعالى أعلم كمي إذن ليطمئن ليطمئن وإذا انتفت مع انتفاء هذه العلة وإل في الناس أن المقصود هو علم شخص وأن عدم وجوده عند النداء لا يعني نفي حقيقة المعنى لذلك الاسم فيكون الأمر أهوا في هذه الأحوال لنعطي جرعة معرفية حول كراهة التنزيه وكراهة التحريم والفرق بينهما نعم كراهة التحريم كما هو من اسمها نعم يأخذ منها الحرمة فالنهي فيها أغلض وأشد أما كراهة التنزيه فإن تارك ذلك المكروه يؤجر لكن فاعله لا يأثم نعم أما كراهة التحريم فإن فاعلها يأثم عند من يقول بأن ذلك المكروه هو مكروه تحريم فإن من أتى ذلك المكروه كمن أتى محرما نعم فإنه يأثم هذا هو الفارق والله تعالى على أنه هل هناك درجة من الاختلاف بين كراهة التحريم وبين المحرم أن أقول هذا فعل محرم أو أقول مكروه كراهة التحريم نعم هو من حيث الصنعة الأصولية لأن الدليل الوارد هو يحتمل الحرم ويحتمل ما هو دونها نعم ولذلك فإنه ينظر في الدليل والقرائن المحتفة به وفي الأدلة الأخرى المتواردة على نفس الموضوع ما الذي صرف ذلك النهي عن كونه للتحريم إلى أن يقال إنه للكراهة فإذا وجدت قراء تصرف النهي عن التحريم فإنه ينتقل به إلى الكراهة التنزيهية هذا هو المقصول والله تعالى أعلم إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم أعزائي الكرام مرة أخرى في حلقة المفتوحة فضل الشيخ عندنا أيضا بعض الأسئلة متعلقة بالتفسير الأخ عدنان أنبو سعيدي يقول ما تفسير هذه الآية الكريمة ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدل الكافرين عذابا أليم ربما أشكل عليه السؤال السؤال الصادقين عن صدقهم نعم هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدل الكافرين عذابا أليم وللمفسرين أقوال في معنى قوله جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم أشهر هذه الأقوال قولا أن المقصود هم النبيون الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق المذكور في الآية قبلها وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ثم خص بالذكر أولي العزم من الرسل قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأكد هذا بقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهذا الميثاق هو ميثاق الدين نعم ونصرة الله تبارك وتعالى وقد أخذ على النبيين ميثاق بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم وتصديقه ونصرته لتؤمنن به ولتنصرنه إذن فالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ هذا الدين وأداء هذه الرسالة ونصرة دين الله تبارك وتعالى والتصديق والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته إن أدركوا فقال بعد ذلك ليسأل الصادقين عن صدقهم قلت أشهر هذه الأقوال قولان القول الأول أنهم النبيون نعم فيسألون عن تصديقهم عن صدقهم هو اسم مصدر بمعنى التصديق عن استجابة أقوامهم لهم عن من تلقى عنهم الرسالة وبلغتهم الدعوة تبكيتاً للكفار فإن الله تبارك وتعالى أعلم بأحوال عباده لكن السؤال للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يكون لتبكيت الكفار وقيل بأن السؤال لكل من يصدق عليهم وصف الصدق قال ليسأل الصادقين عن صدقهم هل تصديقهم لأنبيائهم ورسلهم هل كانت استجابتهم استجابة حقيقية استجابة امتثال والتزام واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأن هذا السؤال هذا هو القول الثاني أنه ليس خاصاً بالأنبياء والرسل وإنما هو خاص وإنما هو عام في كل الأقوام وفي الأقوام من صدق هؤلاء الرسل فيسألون عن صدقهم كيف كان هل أثبتوا حقيقة تصديقهم لأنبيائهم ورسلهم هل أثبتوا ذلك هل استجابوا لما بلغهم من وحي الله تبارك وتعالى ورسالاته ودليل هذا ختام الآية الكريمة ما ذُيّلت به حينما قال ربنا تبارك وتعالى وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ومنهم من قال بأن السؤال هنا هو بمعنى الجزاء فليسأل الصادقين عن صدقهم أي ليجازي الصادقين عن صدقهم نعم وأنه يفهم من هذا أنه يجازي غيرهم أيضا من من لم يصدق ويفهم هذا من مطلع الآية الكريمة ويتأكد بختامها بما أعده الله تبارك وتعالى للكافرين من عذاب أليم والمؤدى واحد في كل هذه الأقوال المؤدى واحد فإنه إذا قيل بأن الأنبياء بأن المقصود هو الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل فإن الأنبياء والرسل مأمرون بتصديق ما جاءوا به وما بلغوه وبالرسالة التي أمروا بتصديقها نعم بدليل ما ورد في كتاب الله عز وجل حتى فيما أخذه الله عز وجل من ميثاق على الأنبياء والرسل للإيمان والتصديق والنصرة للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام نعم وإذا كان بمعنى الجزاء فإن المعنى ظاهر وإذا كان بمعنى سؤال الأنبياء والرسل فقط لما يحمله من معنى التبكيت فهذا التبكيت في ذاته أيضا هو جزاء للمكذبين وبشارة للمصدقين فالمؤدى واحد والله تعالى أهلا كان يتبادل لذهني سؤال الله السؤال الله تعالى لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس تأخذوني وأمي نعم إلى هين من دون الله نعم هذا مما يذكر في تفسير هذه الآية الكريمة نعم عند من يقول بأن المقصود من السؤال التبكيت نعم للقوم الذين بعث فيهم الأنبياء والرسل فإنهم يستشهدون بهذا والله تعالى أعلم طيب ننتقل إلى سؤال فقهي موسى بن نصير يقول من كان بدء حساب مسافة السفر عنده إلى بداية المزرعة تقريبا تصل إلى 11 كيلو ونصف ولكن إذا ذهبنا يقول إلى الجانب الآخر من المزرعة ونحن فيها يبلغ حد السفر فكيف تكون صلاة نعم هذا وصل إلى المزرعة نعم قد تكون مزرعة طويلة مثلا وكبيرة نعم خلاص هذا قد وصل إلى الغاية الوجهة التي سافر إليها وعلى هذا فإن بلغت يعني عندنا في المذهب الإباضي 12 كيلو مترا فإنه يقصر فإن لم تبلو فلا يقصر نعم أحمد الوكار يقول هل يجوز دخول عمال غير مسلمين إلى المسجد بغرض الصيانة هذه المسألة فيها خلاف خلاصة الأقوال فيها أن هناك من منع مطلقا من الفقهاء سنذكرها إجمالا ثم ننظر في التفصيل بحسب الوقت المتاح وهناك من منع دخول الكفار للمسجد الحرام نعم فقط دون ما سواه من المساجد وهناك من منع دخولهم المسجد الحرام ومساجد الحرام والمسجد النبوي ورخصوا فيما سواها من المساجد وهناك من رخص في دخول الكفار لحاجة إلى المساجد بإذن من المسلمين هذه أشهر أربعة أقوال وأدلتهم في ذلك يعني أدلة المانعين قول الله تبارك وتعالى فلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقالوا بأن الأحكام لا تختلف نعم بين المسجد الحرام في هذا الشان وبين غيره من المساجد وأن هذا الحكم لأن نجاستهم حسية معنوية نعم فهم مشركون وهذا الشرك أورثهم نجاسة حسية ومعنوية تمنعهم من دخول بيوت الله تبارك وتعالى نعم هذا دليل المانعين مطلقا مطلقا أما المرخصون فإنهم قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد وقد كان كافرا نعم وأنه أيضا استقبل صلى الله عليه وسلم كفار ثقيف في المسجد نعم واستقبل نصارى نجران في المسجد نعم ونصب لهم خيمة في صرحة المسجد نعم وأن أبا سفيان دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة منورة وهو مشرك في المسجد نعم فرأوا بأن هذه الأدلة كافية للقول بجواز دخول المشركين المساجد إذا كان ذلك لمصلحة وبإذن من المسلمين نعم والخلاصة ويعني ما بين هذين القولين من أقوال دارت أيضا حججهم وأقوالهم على هذه الأدلة لكن الخلاصة أنه إن لم يوجد عمال مسلمون وكانت هناك مصلحة في دخول كما ذكر السائل في دخولهم لأعمال بناء أو صيانة فإنه لا مانع من دخولهم بإذن المسلمين نعم ومما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالضرورة لدخول عمال بناء أو صيانة إلى المساعد قالوا حتى إذا كانت أجرتهم أيسر من أجرة العمال المسلمين أو كانوا أبرع من العمال المسلمين فإن ذلك يجيز نعم يعني حتى المتشددين أو المتحفظين قليلا في دخولهم فإنهم رأوا أن مثل هذا الاعتبار مثل هذه العلة معتبرة نعم في دخولهم لأعمال الصيانة والحقيقة نعم في تاريخ المسلمين وجد في تاريخ مساجد المسلمين يعني وجدت حالات كثيرة في دخولهم لأعمال البناء والصيانة لكن لا ينبغي للمسلمين اليوم وقد يعني تنوعت مهاراتهم والحرفيون فيهم موجودون أن يلجأوا إلى غير المسلمين في أعمال الصيانة والبناء ومع ذلك فالرخصة موجودة والله تعالى نختم بهذا السؤال إن شاء الله والسائل يقول نريد منكم نصيحة للمسؤولين الذين يقدمون موظفين غير أكفاء على آخرين من ذوي الكفاءة في العمل من ناحية إعطائهم وكفاءات مالية وغيرها من المميزات وهل يجوز للموظف أن يتحدث عن القصور والظلم في خارج إطار العمل علما بأنه أقسم اليمين بعدم إفشاء أسرار العمل فهل ينجل القسم أو هل ينجل القسم بوقوع الظلم هو يعني الجزء الثاني من السؤال يجيب عن الجزء الأول من السؤال نعم فإن هذا الذي يشير إليه السؤال لما يتعلق بتقديم من لا يستحق أو تأخير من يستحق فإن هذا من الفساد والفساد نوع من أنواع الظلم والظلم سبب لخراب المجتمعات نعم وزوال شوكة الأمة وأن ينخر فيها الضعف فإذا انتشر فيها الفساد جانبها العدل والصواب وانتشرت فيها الرشاء وما يعرف اليوم بالمحسوبيات وظلم فيها الناس وضاعت فيها الحقوق ووسد الأمر إلى غير أهله وهذه خيانة للأمانة وتضيع لها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحذر صلى الله عليه وآله وسلم عن تضيع الأمانة في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وكان هديه وهدي الخلفاء الراشدين تحري العدل والإنصاف بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وإيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع من لا يستحق من تولي الولايات العامة فهذا أبو ذر حينما قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا أن يستعمله قال لا يا أبا ذر فإنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة فمثل هذه الأوضاع لا يصح أن يتهاون فيها ولا أن يسكت عنها لأنها في الحقيقة سبب لضياع الدول والشعوب ولانتشار الظلم فيها وللبعد عن العدل والعدل قوام الملك فإذا انتشر الظلم والفساد وضيعت الأمانة فما الذي يمكن أن يبقي هذا المجتمع نعم ولذلك فإن مواجهة مثل هذه المظالم ووجوه الفساد واجبة عبر الوسائل المتاحة نعم ومن خلال القنوات والسبل التي نصبت لرفع هذه المظالم فهناك وسائل بحمد الله تعالى موجودة لأجل إيصال الحقوق إلى أصحابها ولكشف هؤلاء الذين يمكن أن يسيء استغلال وظائفهم ومناصبهم في وجوه من الفساد وفي منع المستحقين وفي تقريب غير المستحقين فعلى من وقع عليه شيء من الظلم أو اطلع على شيء من وجوه الفساد هذه أن يسعى عبر هذه الوسائل لأجل إبلاغ مظلمته وتغيير هذا المنكر فإن لم يتحصل له ذلك فليعمل إلى القضاء وليتخذ كل السبل الكفيل له أما إذا كان يشير إلى أن ينشر ذلك فهنا لا بد له أن يراعي أنه سيكون مدعيا نعم وفي هذه الحالة يعني عليه أن يكون حريصا حذرا من أن يتحول من صاحب مظلمة يدعي حقا إلى أن يكون قاذفا خائضا في دعاوى لا أساس لها أو لا تقوم على حجج وأدلة و براهين أو أنها لا تجلب له المصلحة التي يتوخاها والله تعالى المستعب جزاكم الله خير شكرا جزيلا لكم أعزاء أن نشكر وإياكم فضلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن بهان الخروصي مساعد مفتي العام للسلطنة عمان أشكركم أيضا على أسئلتكم ومتابعتكم نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته